في البداية عايزين نعرف من حداك ايه اللي بتعني شهادة المنظمة الصحة العالمية بخلوة مصر من خمس امراض وبقية طيب خلينا نقول انه احنا نهارده بنتكلم على مجموعة من الامراض يمكن البداية كانت في سنة 2006 في سنة 2006 حصلت مصر على الاشهاد من منظمة الصحة العالمية بخلوها من مرض شلل الاطفال الخلوة هنا يعني انه معدلات الاصابة هي اقل من المعدلات العالمية عشان بس الناس يتبقى فهمة انه الخلوة لا يعني الارادكيشن لكن يعني ان معدلات الاصابة هي اقل من المعدلات العالمية بنسبة كم دكتور حسام؟ بنسبة كم مثلا؟ يعني كل مرض يختلف يعني كل نسبة الاصابة تختلف إحنا بس الحقيقة أنه مصر في شلل الأطفال تحديدا ودي حاجة مهمة جدا كانت آخر حالة سجلت عندنا في 2004 فإحنا من 2004 الحمد لله ما عندناش حالات شلل الأطفال خالص في 2006 حصلنا على الإشهاد من منظمة الصحة العالمية بأننا ما عندناش شلل الأطفال 2022 حصلنا على الإشهاد من منظمة الصحة العالمية بخلو مصر من الحصبة والحصبة الألماني 2023 حصلنا على الإشهاد من منظمة الصحة العالمية بخلو مصر من فيروس سي أو حصول مصر على الدرجة الذهبية في مسار القضاء على فيروس سي عشرين أربعة وعشرين في شهر أكتوبر اللي فات حصلت مصر على إشهاد آخر بخلوها من مرض الملاري طيب هاستاذ حكوة عايز بس أحط حاجة كده تحت نظر حضراتك والسادة المشاهدين احنا 2006 وبعد كده 22 23 24 حصلنا على ثلاثة إشهادات طيب ده بيقول إيه ده بيقول إنه الصحة من أولويات مصر الجديدة جميل وإنه من 2006 حصلنا مرة واحدة وبعدين ما كانش في الصحة في بؤرة أولويات الدولة المصرية بهذا الساكل ولكن من 2014 وإحنا النهاردة الصحة على رأس أولويات الدولة المصرية عشان برضو الناس أحيانا بيتبادر لذهنها إن الدولة مهتمية بالاستثمار في الحجر والإنشاء والبنية التحتية أكتر من الاستثمار في البشر يعني ده مش حقيقي بس ده بالعكس تماما يعني أسأل حضرتك عشان نصل بقى لكل هذه الإشادات الدولية ده ورامة جهود جبار جد بالضبط يعني ده لنا أقول أنه خلال النهاردة الناس بتشوف قدامها منشأة لكنها يمكن ما بتشوفش بشكل واضح وبشر أنه النهاردة خلال 22 حصلنا على إشهاد ما فيش 23 حصلنا على إشهاد من مرض ما فيش ده كله إنفاق على البشر كله استثمار في الصحة كله استثمار في التنمية البشرية عشرين واربعة وعشرين ومش بس كده بقى إحنا حافظنا على الاستثمار اللي استثمار مالها الفين وستة في لحد عشرين واربعة وعشرين وما زالت مصر الحمد لله لم تسجل فيها أي حالة إصابة بشل الأطفال من الفين واربعة طيب إحنا عدد سكاننا كانت ديف الفين واربعة كانت تمانين مليون الفين وستة بالضبط كانت تمانين مليون نهاردة إحنا مية وسبع مليون فتخيلي حجم الجهد والإنفاق والاستثمار اللي انت بتعمليه كدولة عشان تحافظي على صحة مواطنيكي بعدما الرقم بقى كان تمانين بقى سبعين حجم البرنامج التطعيمات هو من أين أتى هذا يعني هو أنا كمان مش بحافظ أنا بحسن من جودة الصحة للمواطن المواصل أنا بطلع له دائم وبحافظ على أنا المكتسب في ظل أنه أنا زيت سبعة وثلاتين مليون من الفين وستة لحد ده طيب حجم بقى الاستثمار والإنفاق اللي الدولة بتنفقه على التطعيمات الإلزامية لأنه هو ده البرنامج الأساسي التطعيمات يعني أنا بوفر التطعيمات وبوفر التغطية إحنا عندنا واحد من أقوى برامج التطعيمات على مستوى العالم بعشر تطعيمات إلزامية بتغطي 95% من المستهدفين وبالتالي أنا بجيب التطعيمات في جحافل من العاملين في القطاع الصحي مسؤولين عن توصيل التطعيمات إحنا كلنا كنا بنسمع عن حملات شلل الأطفال المحدودة وحملات شلل الأطفال القومية فيروس C ده قصة النجاح لأن عندك إرادة سياسية قوية وتدرس كنموذج عالمي حتى تم الإشهادات حتى هذه اللحظة النموذج المصري يدرس على مستوى العالم